اطلع وفد منظمة مجلس الشؤون العالمية في لوس أنجلوس خلال زيارته للمجلس الوطني الاتحادي أمس على طبيعة اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية ومراحل تطور مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات واستعرض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائهم وفد المنظمة نشاطات المجلس وذبلماسيته البرلمانية وجهود دولة الإمارات في تمكين المرأة والشباب واستشراف المستقبل ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية والاهتمام باللاجئين وحرص الإمارات على إعلاء قيم التسامح فضلا عن تناول قانون جاستا وتأثيراته على سيادة الدولة وجرى خلال اللقاء استعراض إنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر عبر مساهمته في تطوير منظومة التشريعية وتبني التوصيات التي تتعلق بمختلف القطاعات